موسيقى السلام عليكم نشرة الأخبار الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين موسيقى الأوضاع الإنسانية في اليمن تزداد صعوبة في ظل انعدام الممرات الآمنة وقصور مساعدات الإغاثة المفوضية الأوروبية تبحث تدمير قوارب المهربين للحد من تدفق اللاجئين موسيقى وفي النشر شركات أجنبية تستبيح الثروات البحرية في مياه الصومال الاقتصادية موسيقى أهلا بكم يزداد الوضع الإنساني في اليمن صعوبة وقصاوة في ظل انعدام الممرات الآمنة وقلت مساعدات الإغاثة إلى جانب الحصار المستمر الذي يفرضه التحالف السعودي على اليمنيين تقرير أحمد الزبيبة مساعدات إنسانية شحيحة تصل اليمن منذ بدء الهدنة مساعدات لم تضع حدا لمعاناة اليمنيين الذين يرزحون تحت ظروف حياتية قاسية ويزيد منها انعدام الممرات الآمنة وتشديد إجراءات وصولها نريد مواطن يطلع أمام الإعلام يقول لنا أني وصلت له إغاثة من أي منظمة ومن أي جهة كانت ولكن كل هذا إلا ترويج إعلامي أمام ما وصل إلى الشعب اليمني فهو الخوف والمجاعة والفقر منظمات الإغاثة الإنسانية ومنها منظمة الإغاثة الإسلامية في اليمن واجهت صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات الإنسانية خلال الهدنة هدنة وصفت بالقصيرة فتجدد وثيرة الحرب ستضع المنظمات ومهامها أمام كارثة إنسانية وقودها الشعب اليمني الإغاثة الإسلامية لم تعتمد بسبب حالة الحصارة القائمة على اليمن لم تعتمد الإغاثة الإسلامية على استيراد أي من المواد الغذائية من الجهة الخارجية أو من خارج اليمن قامت الإغاثة الإسلامية بسبب حالة الطوارئ القائمة في اليمن وحالة الحصارة على البلاد بشراء المواد الغذائية من السوق المحلية وقامت بتوزيعها على المستفيدين العديد من المنظمات الإنسانية تشكو من أن المساعدات الإسعافية والدوائية والغذائية التي وصلت اليمن ضئيلة ولا تفي بالحاجة لا أعتقد أن الفترة التي اتيحت للهدنة بإمكانها أن تصل إلى كافة المساعدات بالإمكان أن تصل إلى الموانئ لكن هناك عرقلة في عملية الدخول إلى داخل البلد نتيجة عملية التفتيش والتدقيق في السفون الواصلة مضت أيام الهدنة دون أن يجد المواطن اليمني تغييرا في حقيقة الواقع فحجم الاحتياجات المطلوبة جعل اليمن واحدة من أكبر الحالات الإنسانية الطارئة على مستوى العالم ما يصل إلى الشعب اليمني من مساعدات إنسانية قليل جدا كما أن إجراءات وصولها وصفت باللا إنسانية مما جعلت معاناة المواطن اليمني تتفاقم أمام حصار جائر يشتد يوما بعد يوم أحمد زبيبة صنعاء الميادين قريبا يفتح خط ائتماني جديد بين سوريا وإيران فقد كشف مصدر سوري مسؤول أن وفدا إيرانيا اقتصاديا يزور دمشق لمتابعة هذا الملف إضافة إلى إيجاد أليات عملية لتنفيذ الاتفاقات الاقتصادية السابقة بين البلدين وتأتي هذه الاتفاقية بمثابة رد على بعض الإشاعات المتعلقة بفطور في العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران تراجع إنتاج سوريا من الكهرباء 56% عما كان عليه قبل الأزمة وذلك وفق المدير العام لمؤسسة النقل في وزارة الكهرباء نصوح سمسمية الذي كشف عن تضرر البنية تحتية المنتجة للكهرباء بنحو واسع وتشهد سوريا ساعات من تقنين الكهربائي في مناطق واسعة بسبب تعرض الشبكات والمعامل ومحطات تغذية للتخريب في حين يحول الوضع الأمني المتدهور دون الوصول الوقود بسهولة إلى معامل الإنتاج في مصر قرر مجلس الجزراء إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظا على التنافس في السوق المال أو في سوق المال المصري وفي اتجابة سريعة من سوق المال قفز المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة ثلاثة ونصف في المئة علما أن هذه ضريبة التي فرضتها مصر في تموز يوليو الماضي أدت إلى شحن في السيولة وخروج عدد من المستثمرين من السوق قال وزير الطاقة التركي تانريالديز أن تدفقات الخام العراقي إلى ساحل البحر المتوسط ارتفعت إلى ستمائة وخمسين ألف برميل يوميا مضيفا أن بلاده تسعى لتجاوز المليون برميل يوميا وبموجب اتفاق أبرم بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراقي فأن البلاد تصدر مليون ومائة ألف برميل يوميا عبر ميناء جهان تركي نصفها ينقل من منطقة كردستان بإشراف شركة تسويق النفط العراقية مقابل استئناف العراق مدفوعات الميزانية للإقليم التزايد في وفرة المعروض النفطي بات شبه مؤكد في ظل التصريحات الإيرانية المؤكدة لرغبة طهران بزيادة تقديراتها بعد رفع العقوبات عنها وقال ركن الدين جوادي مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية إن طهران تستطيع العودة إلى مستويات التصدير التي كانت عليها قبل العقوبات أي ما يقارب المليونين ونصف مليون برميل من جهة ثانية توقع جوادي أن يرتفع سعر النفط إلى نحو 80 دولار للبرميل الواحد نهاية العام المقبل تحاول دول الاتحاد الأوروبي مواجهة عبر اللاجئين إلى أراضيها عبر البحر المتوسط وفي هذا الإطار يريد وزراء خارجية ودفاع هذه الدول وضع خطط لوقف نشاط المهربين فما هي هذه الخطط حسن يوسف أوروبا تريد مواجهة مهربي البشر بالنار وزراء خارجية 28 دولة أوروبية ومعهم وزراء الدفاع وقادة الجيوش يدرسون تدخلا عسكريا محدودا تدمر بموجبه قوارب المهاربين قبل انتلاقها من السواحل الجنوبية للمتوسط لا سيما الليبية منها هذه العملية تقضي بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية مقابل سواحل ليبيا التي تعتبرها بريكسال المركز الرئيسي لتهريب المهاجرين لكن الأمر يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي الذي زارته قبل أيام الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فادريكا موغريني محاولة اقناع أعضائه بجدوى العمل العسكري بمجرد أن نقر العملية سيكون أكثر الحاحا وأكثر وضوحا لمجلس الأمن ضرورة صياغة الأمر في قرار يصدر عنه وفي إطار تبرير العمل العسكري تحدث الأمين العام للحلف الأطلسي يانس ستولتنبرغ عن مخاطر اندساس الإرهابيين بين المهاجرين غير الشرعيين تبريرات العملية العسكرية لحل أزمة إنسانية اقتصادية لا تبدو مقنعة حتى إن عددا من المسؤولين الأوروبيين ما زالوا يعارضونها فقد رأى وزير التنمية الألماني جيرد مولر أنه لا ينبغي أن يتحول البحر المتوسط إلى بحر للموت لافتن إلى أن العمليات العسكرية ستجلب مخاطر كبيرة من دون أن تحل المشكلات الحقيقية أما المفاوضة الألمانية لشؤون الهجرة أيدان أوزكوس ووزير الدولة للشؤون الخارجية ميشايل رات فكتبا في صحيفة فرانكفورتر ألماني تسايتونغ أن الحل لا يكون بإقامة سياج على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أو بقوارب الدوريات بل بمكافحة أسباب اللجوء وليس اللاجئين مهما يكن من أمر فإن العملية العسكرية البحرية قد لا تحقق المراد منها لأنها تؤدي فعليا إلى تغيير الطرق البحرية التي يسلكها المهربون غير أن الاتحاد الأوروبي يبدو مصرا على معالجة أزمة المهاجرين غير الشرعيين بطرق عسكرية والدليل على ذلك تكليف وزراء الخارجية والدفاع بوضع الخطط من دون العودة إلى الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والإنمائية أو حتى الإنسانية تتزايد الاعتداءات والانتهاكات التي تنفذها سفن صيد أجنبية وشركات تعمل في مجال التنقيب واستخراج النفط في المياه الصومالية ويعاني صيادون في مقديش اعتداءات كثيرة ويتهمون سفن صيد أجنبية بتنفيذ تلك الانتهاكات التي تمارس الصيد غير المشروع من دون رابع شافع محمد تغاذفتهم أمواج الحياة ومعاناتها في يم البحر بحثا عن قوت يومهم فوجدوا أن البحر ليس أفضل حظا لهم من واقع حياتهم بل إن الخضر الأكبر يتربص بهم في عرضه نتيجة الاعتداءات التي يشكو منها الصيادون الصوماليون فبعد تراجع عمليات القرصنة بدأت سفن أجنبية بممارسة صيد غير مشروع في المياه الصومالية إلى جانب انتهاكات البوارج الحربية المنتشرة في المحيض الهندي السفن الأجنبية التي تمارس الصيد غير المشروع في مياهنا يجرفون ثروتنا السماكية ففي المرة الواحدة يصطدون أسماك كثيرة لأنهم يستخدمون أجهزة متطورة في الصيد ويدمرون شبكة صيدنا ندعو الحكومة إلى الحد من تجاوزات هذه السفن أسواق السمك الرئيسة في مقدشو هي الأخرى لا تقل معاناة عن الصيادين فأصحابها يشكون من التراجع الحادي في كميات الأسماك المعرضة في هذا السوق نتيجة ضعف المردود من الصيد يشهد السوق اليوم انتعاشا كبيرا لكن في بعض الأحيان تنعدم رؤية الأسماك من هذا السوق إلا القليل بسبب كثرة السفن التي تمارس الصيد غير المشروع في محيط مياهنا إلا أن المياه الصومالية تشهد في الفترة الأخيرة موجة من أعمال التنقيب والاستكشاف بحثا عن الذهب الأسود فيها حيث تنفذ شركات أجنبية هذه الأنشدة دون علم الحكومة الصومالية الحكومة الصومالية أبلغت الشركات الأجنبية التي كانت تقوم بالتنقيب غير الشرعي في مياهنا بضرورة وقف أعمالها واستجابت تلك الشركات لطلبنا إلا شركتين فقط ونحن سنرفع قضية شكوى ضد كينيا لمحكمة العدد الدولية للبت في قضية النزاع الحدودي البحري بين البلدين الصومال البلد الذي يتمتع بأضول ساحل في أفريقيا غير قادر على الاستفادة من ثروته البحرية الهائلة بسبب غياب الحكومة الفاعلة التي تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع حمل البحث عن قوت يوم في عرض البحر وبزوارق صغيرة وإمكانات بسيطة حمل ثقيل يكون أحيانا جور السفن الأجنبية المنتشرة في السواحل الصومالية واعتداؤها ضريبته بذريعة محاربة القراصنة شفيع محمد مقدشو الميادين ختم النشرى إلى اللقاء اشتركوا في القناة